أميني خلصنا حاجة بك مساء الخير ابني حبيبي يا روحي ولك انت وين كنتوا لا شو هادي اللي عملته خلتني موت من الرعبة وينشغل بالي عليك يا عمري ليش هيك أميني حاجة دلليه مو نعيز غير تجيبي أكل والطعمي بإيدك اي والله معك حق أكيد بيكون بردان وجوعان كتير كمان اللي حسس بشي أنا مني شو بدك لأعملك تعال تعال عود تعال تعال يا روحي أميني والله انت رح تجنليني نسياني ان ابنك هرب من أرسو وحطنا كلها بموقع بشي روح اللي وحل هذا الموضوع بابا أنا أجيت لهون مشان هاي القصة أول شي بدي اعتذر منكن وتاني شي رح اعتذر من هاندي ومن أهله ومن الكل لنسكر القصة ما قلتلك من قبل؟ ابني ما بيعمله ورح يلاقي حل له هاي المشكلة إجباري بده يعمل هيك هلا بدك تروح لعندن وتعتذر قوم بابا يعني ضروري اليوم؟ خلينا نستنى لبكرة بيكون أحسن لا لأنه بكرة بدي حاكي الكاتب بالعدل وبدنا نزبط الوضع كله كيف؟ شو ليش هيك استغربت؟ ابتكتب كتابك على هاندي بكرة بس لحظة انت فهمت حكي كله غلط أنا بدي يروح بكرة بس لحتى اعتذر منهم على الشي اللي صار أمينة هادا شو عم يقول؟ ابني شو أصدك؟ فهمني شو أصدك بهالحكي هاد وقف وقف بلش حكيه بطريقة صح بعدين ما بعرف شو صر له فجأة ابني طلع بس شوي بدك تروح حلق وتعتذر من هاندي وبعدين رح تكمد أمور الزواج كله مو مشكلة يمكن مكان لازم يجي لهون يلا تصبحوا على خير حمد إذا بتطلع من هالباب ما عاد إليك رجع عبدا شكراً كتير بابا ماما بصير بشوفك بره تعرف شو نتائج الشي اللي عم تعمله؟ إذا بتطلع من هون ما عاد في إليك أي شي وبس موت ما رح توردني وانسى المشروع يلي كنت عم تأسسه من زمان وبتنسى غيره بس تطلع من هون بالنسبة إلي رح تموت وأنا مستحيل أعطي ليرة واحدة لشخص ما بعرفه يلا نلعو لك نلعو حاضر بابا شكراً على كل شي استنى لا ابني بشان ما يضل دين علي لا تعمل هيك بابا صح المصاري كتير مهم بس هذا ما بيعني أنه ما رح أقدر عيش بدونه بس أنا رح أوادك أنه بعد فترة قصيرة رح أسس الشركة تبعي يا رقعي ماشي لك أن ورجيني شلون بدون مصاري رح تقدر تساوي شي بحياتك؟ منشوف منشوف يا محمد محمد لا تروح محمد اسمعوا لها بكرة رح ترجع لهون لعندها الصرماية لوين رايح؟ بابا بخبرك جدي بابا بخبروني شو ساير ترجمة نانسي قنقر